شعوبنا العربي الذي لم يفقد الأمل بأن يكون وقضاياه ومطالبه أولوية قصوى لصناع القرار العربي لا أن تنشغل منظومة العمل العربي المشترك الرسمية بكل أطرها ومؤسساتها بمسائل أقل الحاحن من خدمة شعوبنا وحسم قضاياه المحورية التي امتدت لعقود طويلة دون حل أو معالجة شعبنا العربي الذي يقاوم محاولات فصله عن واقعه أو دفعه لتجاهل حتمية وحدة مصيره وأن بلداننا تواجه جميعها تحديات معقدة مرتبطة بالتحولات الخطيرة التي يشهدها العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مضى شهرٌ على الزلزال المدمر الذي هزى شمال سوريا وجنوب تركيا وقد مثل أسوأ كارثة طبيعية يشهدها البلدين الشقيقين منذ عقود كنت هناك وزرت مناطق مدمرة بالكامل بمدن على الجانب التركي للحدود السورية والتقيت أشقاء سوريون فقدوا أفراداً من أسرهم وتشردوا للمرة الثانية بعد نزوحهم وهجرتهم مجبرين قبل سنوات إن وقوع هذه الكارثة التي راح ضحيتها عشرات الألاف من المواطنين السوريين والأتراك وما سببته من دمارٍ فادح بالممتلكات العامة والخاصة يعيد تذكيرنا بكل قصوةٍ وألم بأن الرابط الإنساني الذي يربطنا ببعض أوثق من الموانع السياسية التي تفرقنا لقد مثلت هذه الكارثة الطبيعية فرصة تاريخية للحكومات العربية وهنا أحيي دور دول الخليج العربي وشقائهم في المشرق والمغرب العربي الذين سارعوا على المستوى الرسمي والأهلي لدعم الجهود الإنسانية والاستجابة لمتطلبات الإغاثة والإنقاذ لمئات الألاف من المتضررين في البلدين كما أنني وقفت على بطولة وشجاعة عمال الإغاثة والإنقاذ العرب وفرق الإنقاذ الليبية التي هرعت لمناطق الزلزال في سوريا وتركيا وعملت بكل إنسانية واحترافية لإغاثة المتضررين وانتشال ضحايا الزلزال وتقديم المساعدات الإنسانية فالرحمة للضحايا والموساء موساء لذويهم وخالص العزاء للشعبين السوري والتركي أصحاب السمو والمعالي الوزراء المحترمون على الرغم من قتام التفاصيل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي بعدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة في ظل استمرار احتمالية تجدد انزلاقها إلى مربعات الحروب وتنامي نفوذ الإرهاب والانقسام السياسي وتفاقم الأوضاع المعيشية إلا أننا ننظر بعيون متفائلة لمستقبل هذه الدول ومجتمعاتها فلا يمكن لنا اليوم إلا التمسك بالأمل والاعتماد على عزم الشعوب العربية في مواصلة موجهات التحديات والحفاظ على استقرار دولهم وحماية وحدتها واحترام وتقدير التنوع الثقافي والعرقي والديني وحماية حقوق الإنسان فلا بديلاً عن الحوار وسلمية العملية السياسية في إدارة الاختلافات والأزمات الداخلية إن أعلاء مصلحة الأمن القومي العربي المشترك وتفهم مخاوف بعضنا البعض وتقدير مصالح شعوبنا والتعاون البناء بين دولنا بديلاً للخلافات وخيرات التدخل بشكلٍ وحدي في الشؤون الداخلية لدولنا وتفهم خصوصيات مجتمعاتنا والتقييمات المحلية لأسباب أزماتها أو خلافاتها القائمة هو أفضل السبل لتصفير المشكلات العربية العربية نتطلع جميعنا عفواً نتطلع جميعاً اليوم أن يتواصل إجماع الدول العربية على القضية الفلسطينية هي قضية أمتنا المحورية التي يمثل تحرُّكنا الموحد والجماعي للتعامل مع تطورات المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية واستمرار عمليات اقتحام الدامي والعنيف لمدن الفلسطينيين واستهداف أبنائها بالقتل والاعتقال التزام جماعي وتاريخي لوقف حد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ورفض الاستجابة لمبادرة السلام العربية وتنفيذ مقرارات الشرعية الدولية وبالتوازي مع هذا السلوك العدواني تصدر تهديدات عنصرية أو تصدر تهديدات عنصرية من مسؤوليين إسرائيليين بمسح وإبادة قرى فلسطينية هي محاولة لتفويض جهود السلام وتقويض جهود السلام كما أن مواجهة الاستيطان وعمليات استهداف هوية القدس الشريف ومحاولة تغيير واقعها الديمغرافي والثقافي بسبب دوافع عنصرية وسياسية يشكل الملمح والتحدي الأبرز لجدية وقوة الإجماع العربي على مستوى منظومة جامعة الدول العربية أو على مستوى التحرك العربي الشعبي والمدني المؤيد لقضية شعبنا الفلسطيني العادلة والذي لم يعد أمامه متسع من الوقت أو تعدد الفرص لإنهاء ملف الانقسام السياسي وتوحيد القرار الوطني للتعامل مع متطلبات المرحلة التاريخية التي تواجه القضية الفلسطينية أصحاب السمو والمعالي الوزراء المحترمون يحذون الأمل اليوم أن يعود اليمن سعيداً وأن يعود لبنان تألقه ولسوريا وحدتها وللعراق سحر تنوعه وللصومال موقعه التجاري وللسودان استقراره وأن تواصل بلاد تعافيها وتعود وجهة مثلة لكل العرب نجدد اليوم التأكيد على أهمية دعم مبادرات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت لتهديث الأوضاع في اليمن ومبادرة المملكة الهاشمية مع الأوضاع في سوريا وأحياء الأمل في إنتاج حل سياسي دائم يستجيب للأزمات الإنسانية بالبلاد ويعيد العملية السياسية إلى مصارها السلمي ويوجد الأرضية الوطنية المشتركة التي تلبي طموحات الشعب اليمني في مستقبل أفضل فالحر العربي للأزمة اليمنية يعزز المساعي الأممية والدولية للتعاول مع الأزمة المالية اليمنية كما أدعو اليوم الأشقاء العرب لمواصلة دعم العراق الشقيق في جهود إرساء السلام وأن تحافظ كافة القوى السياسية العراقية على خيار سلمية العملية السياسية بما يستجيب لمتطلبات الشعب العراقي الصامد والكريم وتمتد هذه الدعوة أيضاً إلى لبنان الأبي الذي يخترع شعبه الأمل كلما شكك البعض في إنهم فقدوه فلا عودة لمربع الحرب وليمضي لبنان بسلام موحداً نحو تجاوز مرحلة الشهور بموقع رئاسة الجمهورية وتجاوز محنة ترد الأوضاع الاقتصادية وبالتزامن مع التطورات المتسارعة بمنطقتنا ولنرفع من مستوى استجابة الجامعة العربية لتطلعات شعوبنا أكرر دعم بلادي لمبادرة الجزائرية لإصلاح جامعة الدول العربية وأحث الرئاسة الدورية لجمهورية مصر العربية للعمل سوية مع الأشقاء في الجزائر وكافة الدول الأعضاء المدركة لأهمية إظفاء الحيوية وإجراء إصلاحات جذرية على بنية العمل العرب المشترك لقد أصبح الوقت ملائماً لنواجه تحديات التنظيم والفعالية وتطوير اللوائح الخاصة بالجامعة وميثاقها واحترام حقوق الأعضاء وتحديد واجباتهم وإنتاج سياسة عربية موحدة إزاء القضايا المشتركة التي يفترض من أن تعمل جامعة الدول العربية كإطار مؤسسي لتنفيذها يتعامل مع الدول الأعضاء بشكل متساوون وعاد ولا يفرق بينهم على مواقف سياسية أو التقليل من قيمة بعضها بالإدعاء بأن هناك دولة كبرى وأخرى أقل وأهمية في سلوك لا يجب أن يسود داخل منظمة إقليمية عريقة تتعامل مع منظمات مماثلة حول العالم وجميعها لا تسودها سياغ الاستعلاء أو التمييز بين أعضائها وترتبط الدول المنظوية تحت لوائها بمواثيق ولوائح مهنية ومقدرة لحقوق ومصالح جميع أعضائها إن انتهاء مدة رئاسة بلاد الدورية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب شكلت علامة فارقة في تاريخ الدبلوماسية الليبية خلال السنوات العشر الأخيرة بعد أن استعدنا قرارنا الوطني وأسهمنا في عرض المسألة الليبية بأنفسنا في المحافل العربية والإفريقية والدولية وهذا الأمر هو الذي كان دافع إسرارنا على التمسك بحقنا في استلام رئاسة ليبيا الدورية لأعمال مجلسنا الموقر لقد سعيت خلال الأشهر الماضية على تكثيف التواصل مع نظراء العرب ناقشت بكل مسؤولية يمليها علي منصبي ومطلب شعبنا في ليبيا لحضور حكومتنا في كافة المحافل المرتبطة بمناقشة دعم جهود استقرار بلادي لا أنسى اليوم توجيه الشكر والثناء لكل الأشقاء العرب الذين وقفوا معي وساندوا حق بلادي في ممارسة كافة متطلبات وحقوق عضويتها الكاملة أسوى بباقي الدول الأعضاء الأخرى في جامعة الدول العربية وهؤلاء هم أصدقاء شعبنا وهم من يستكثرون على الليبيين سعيهم الدؤوب للخروج من أزمتهم وأظهار تعافي بلادهم بعد السنوات من الانقسام والحرب لعل المتابع لأخبار العاصمة الليبية خلال الأشهر الماضية يرصد توالي انعقاد الأنشطة والمناسبات والتجمعات العربية والإفريقية الدولية التي صارت مواضيعها تتحدث عن التنمية والسلام والحريات والفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بليبيا وأصبحت العاصمة الليبية وجهة ومستقر لكل ممثلي وأنصار جميع الأطراف الليبية يتحرك فيها بكل حرية ويعبر عن أرائهم في كافة القضايا المرتبطة بمرحلة التحول الديموقراطي ببلاده إن الرجال البواسل والنساء المكافحات بليبيا وضعوا نصب أعيونهم حماية بلادهم من خضر العودة لمربع الحرب والانقسام ويسعوا متحدين للاستعداد لإجراء الانتخابات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيها تُعلي المصلحة الوطنية في وجه مشاريع التدخل والتأزيم ويواصل التعامل مع قضايا الأمن وإصلاح القطاع الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية وفق رؤية وطنية تقدر مخاوف جيران ليبيا وفي نفس الوقت تقدم بدائل تنموية وفرص استثمارية لشركاء ليبيا في التنمية والسلام إن ثمن الباهث لحرية الشعب الليبي اليوم تحقق بدماء المبجرين من شهداء بلادي وإصرار الليبيين اليوم على تجاوز خلافاتهم هو امتداد لالتزامنا وتقديرنا لمساعي السلام التي رعتها الأمم المتحدة والدول الصديقة لليبيا بداية من حوار السخيرات بالمملكة المغربية واستضافة تونس لحوارات والأطراف الليبية واستضافة سلطنة عمان لأعمال الهيئة التأسيسية لمسودة الدستور الليبي واستضافة القاهرة أيضاً لحوارات اللجنة العسكرية 5 زايد 5 ودعم دول مجلس التعاون الخليجي لمصار الحل السياسي ببلادي نتطلع إلى دورٍ إيجابيٍ أكبر من كل الدول العربية المساهمة في استقرار ليبيا الدائم ودعم عودة ليبيا الموحدة والقوية لمنظومة العمل العربي المشترك اليوم وأمام مجلسكم الموقر أكرر التزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ انتخاباتٍ وطنية في ليبيا تنتهي بالمراحل الانتقالية التي أعطت مجالاً للحلول السياسية المنقوصة ومساحاتٍ واسعة لتنافس القوى الأجنبية وتهديدها لجهود السلام والاستقرار بليبيا وقد وجه رئيس الحكومة قبل أيام برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني واللوجستي لإنجاز الانتخابات وتأييد جهود المبعوث الأممي عبدالله بتيلي صديق الليبيين الذي يعمل من داخل ليبيا ويتجول بمناطقها ولم يسعى للتخويف من الأوضاع بها